أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً أضافت بمجبه أربعة أنشطة إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي وأوضحت الوزارة أن القرار ينص على إضافة أنشطة صالة متعددة لاستقدامات والبيع بالجملة للمنسوجات والملبوسات والأحذية المستعملة ومكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة بالإضافة إلى إدارة مدارس ذو الاحتياجات الخاصة ووزارة التربية مشيرة إلى أنه وبموجب القرار الجديد يمكن إصدار تراخيص من الوزارة لمزاولة تلك الأنشطة